اشتركوا في القناة الاطلاع على بعض ما يتعلق بالملك الناصر صلاح الدين والكلام في موارد المورد الحادي والعشرون مورد واحد وعشرون الكامل جزء عشر صفحة ستة عشر ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين وخمسمائة سنة خمسمائة واثنين وثمانين هجري قال ابن الاثير ذكروا نقل العادل من حلب والملك العزيز الى مصر واخراج الافضل من مصر الى دمشق ويقطاعه اياها يقول واما اخذ حلب من العادل فان السبب فيه انه كان من جملة جندها امير كبير اسمه سليمان ابن جندر بينه وبين صلاح الدين صحبة قديمة قبل الملك وكان وكان سلاح الدين يعتمد عليه وكان عاقلا ذا مكر ودهاء فاتفق ان الملك العادل لما كان بحلب لم يفعل معه ما كان يظنه وقدم غيره عليه فتأثر سليمان جندر بذلك فلما مرض صلاح الدين وعوفي سار الى الشام فسيره يوما سليمان ابن جندر فجرى حديث ثوم رضه فقال له سليمان بأي رأي كنت تظن انك تمضي الى الصيد فلا يخالفونك بالله ما تستحي يكون الطائر اهدى منك الى المصلحة قال صلاح الدين وكيف ذلك وهو يضحك قال سليمان سليمان جندر اذا اراد الطائر ان يعمل عشا لفراخه قصد اعالي الشجر ليحمي فراخه وانت سلمت الحصون الى اهلك وجعلت اولادك على الارض هذه حلب بيد اخيك وحماه بيد تقي الدين وحمص بيد ابن شريكو وابنك العزيز مع تقي الدين بمصر يخرجه اي وقت اراد وهذا ابنك الاخر مع اخيك في خيمة يفعل به ما اراد هذا كله يريد ان يحرضه من اجل ان يعزل الملك العادل فقال صلاح الدين له صدقت واكتم هذا الامر لاحظوا يعني انا اتيت بموارد كثيرة ومن خلال الموارد نستطيع نتبين نستكشف نكتشف نستنبط بعض الامور ومنها قلنا نعرف بعض الشيء عن شخصية صلاح الدين الايوبي اذا مباشرة قال له صدقت واكتم هذا الامر ثم اخذ حلب من اخيه واخرج تقي الدين من مصر ثم اعطى اخاه العادل الحران والرهى وميا فارقين ليخرجه من الشام ومصر لتبقى لأولاده لاحظ الصراعات الملك عقيم يقول يقول فلم ينفعه ما فعل لما اراد الله تعالى نقل الملك عن اولاده على ما نذكره اقول نعم كما قال ابن الاثير وتمت ازاحتهم عن الملك على يد عمهم الملك العادل يعني صلاح الدين اراد ان يعزل الملك العادل فارسله الى خارج مصر والشام حتى يفرغ المكان ويخلو المكان لأولاده لكن شاء الله يتسلط الملك العادل على أولاد صلاح الدين ويعزل أولاده اذن فقط اشارة هنا يعني الآن لا ابن الاثير ولا غير ابن الاثير من الكتاب من المؤرخين من غير المؤرخين سواء كانت في قضية صلاح الدين او في غير قضية في باقي القضايا وهذه قضية معروفة وكل انسان يلتفت اليها حتى لو كان من أغبة لغبية يلتفت إلى هذه القضية يعني إذا عندك أمر معين عندك قضية معينة عندك شخص معين تريد أن تعطي خصوصية لهذا الشخص تعطي منصبا لهذا الشخص تعطي سلطة لهذا الشخص فإذا وجد المنافس وخاصة إذا كان الاعطاء بعد أن ترحل ليس لك سلطة عليهم فطبعا سيكون المنافس له دور في منح حصول من تريد أن تعطيه شيئا وهذا ما فعله صلاح الدين خارج مصر والشام حتى يخلو مركز الخلافة وثقل الخلافة لأولاده إذن ما هو الفرق بين هذا وبين ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سرية أسامة عندما جهز السرية وهو في حال المراض وأصر على تحرك سرية أسامة إلى الهدف المنشود والمقصود وقد وضع فيها من الرجال ومن الصحابة من الأقوياء من الأشداء من الرموز من مختلف الأفكار والتوجهات والمستويات الإيمانية فيهم من المؤمنين الصادقين وفيهم من المنافقين سرية تشمل الكثير وألزم بالتجهيز والتحرك وألزم بالالتحق ولم يسمح بالتخلف عن سرية أسامة وهو في تلك الحالة المرضية الشديدة الآن أليس في هذا إشارة احتمال ترجيح ظن يقين علم بأنه أراد أن يفرغ المكان يفرغ الساحة لمن سيكون بعده في قيادة الأمة وفي إمامة الأمة بغض النظر عن الاسم هنا لا لا نتحدث عن الاسم الآن الآن نقول في حالة المرض هذا نتعامل الآن مع قضية طبيعية يتصرف بها أي إنسان فكيف إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي لا ينطق إلا عن وحي إلا عن علم ويقين ولوح محفوظ لكن نتحدث الآن كتوجه ذهني عند البشرية عند بني الإنسان إذن ألزم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألزم الالتحاق بسرية أسامة وألزم التحرك سرية أسامة وهو في ذاك في ذاك الحال وفي ذلك الحال والمرض الشديد الآن بعد هذا نأتي نقول هل كل من ألزمه بالذهاب كان يقصد به الإبعاد هذا غير معقول بالتأكيد لكن الحدث طبعا يحتاج إلى مقاتلين يحتاج إلى عدد ولو الحد الأدنى من المقاتلين من عدد المقاتلين لتحقيق النصر أو لتوقع النصر أو لترتب النصر فلماذا مقبولة هنا وغير مقبولة هناك يعني هذا يعطيني احتمال أن من كان في سرية أسامة لا يدخل في احتماليات الإمامة والخلافة والسلطة بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا لما أخرجه في سرية أسامة ولما ألزم الجميع بالتحرك ترجمة نانسي قنقر